السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات الطقس بالمغرب فان شاء الله سوف نقدم لكم اخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من يوم السبب 23 يناير وكذلك التوقعات القريبة المادة والبعدة المادة بحول الله فاولا اخي اختي كنت تشاهد القناة لأول مرة اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يسلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بحول الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا فولي الله الحمد فما زالت هناك عدة جباحات سوف تدخل الى المملكات وتباد الامطار المهمة ان شاء الله سوف نقدم لكم المناطق والمدن المانية بعد التساقطات المطارية فيتوقع بإذن الله للفترة الصباحية من يوم السبب تشهد المملكة بعد تساقطات المطارية مع اجواء نسبيا غائمة تساقطات المطارية مهمة على وطاة الحاج وفاس ومرتفعات الريف وامطار حاضرة ان شاء الله على تهلا وكذلك زوج الشيخ وكذلك تنغير وابن يملال وازلال بحول الله وقدير بوشيباء وربما مراكشو قنا السراغنة لكن تبقى امطار ضعيفة ومتفرقة احيانا بالنسبة لباقي المناطق الاخرى قد تكون بعض القطارات المطارية على اجرادة وتوريج ولكن ستكون امطار نسبيا ضعيفة هنا وهناك تبقى ضعيفة واقصى شمال مملكة بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء مستقرشا الى قليلة سعب مع مرور الساعات ان شاء الله من يوم السبت فيحتمل باذن الله ان تستمر بعد الزخاش المطارية خصصا في المرتفعات وكذلك على الرباط تبقى ضعيفة ومتفرقة احيانا اما بالنسبة اقصى شمال مملكة ستكون بعض القطارات المطارية كذلك تبقى ضعيفة مع اجواء نسبيا غائمة الى قليلة سعب في معظم مناطق المملكة بالنسبة كذلك مع مرور الساعات لنصل للفترة المسائية فيتوقع بحول الله كذلك ان تبقى بعض القطارات المطاري اقصى شمال المملكة تبقى ضعيفة ومتفرقة بالنسبة لباقي المناطق الاخرى ستكون اجواء مستقراشا الى قليلة سحب وظهور مرتفع جوي اوزوري تبلغ قيمة الف واربع وعشرون هكتوب باسكال بالنسبة كذلك مع تقدم جبهة اخرى ممطرة ستؤدي الى بعد الزخاش المطارية بحول الله بالنسبة ليوم الاحد اربع وعشرون يناير فيتوقع ان تكون اجواء نسبيا مستقرة الى غائمة خصوصا اقصى شمال مملكة محتمال دخول جبهة ممطرة ستؤدي الى بعد الزخاش المطارية المهمة على اقصى شمال مملكة تنجا والعرائش واصيلة وشفشاون وكذلك المضيق والفنيدق وربما كذلك القنيطرة والتيطوان باذن الله بالنسبة لباقي المناطق الاخرى ستكون اجواء نسبيا غائمة الى قليلة سحب وسيطرة المرتفع الجوي عن الاجواء بالنسبة مع مرور الساعات من يوم الاحد كذلك لنصلا لفترة المسائية فيتوقع كذلك استمرار دخول المطارية على اقصى شمال مملكة العرائش وطنجا وكذلك تطوان وربما القنيطرة وبرد ومرتفاعة الرفوع اصيلة وشفشاون باذن الله بالنسبة لباقي المناطق الاخرى ستكون اجواء نسبيا صافية الى قليلة سحب في معظم مناطق المملكة بالنسبة ليوم الاثنين خمسة وعشرون يناير فيتوقع كذلك استمرار هذه الزخات المطارية في الفترة الصباحية على اقصى شمال المملكة وقد تهموا بعض الزخات المطارية على الناظر والحسيمة وكذلك وجداء وبركان وربما تكون بعض القطارات المطارية في المرتفعات الريف تبقى ضعيفة ومتفرقة على العموم بالنسبة كذلك مع مرور الساعة ان شاء الله من يوم الاثنين فيتوقع كذلك استمرار هذه الزخات المطارية بحول الله على اقصى شمال المملكة تبقى مهمة الى معتدلة قد تهموا هذه الزخات المطارية حتى الرباط والمناطق العرائش وطنجة وكذلك القنيطة راوش فشاون باذن الله والفنيدق وسبتا والمضيق باذن الله وتطوان ببرد والعرائش والستليمان وربما تكون ضد قطار ضعيفة ومتفرقة على الرباط وقد تصير حتى الجديدة والعلم الله بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء نسبيا غائمة الى قليلة السحب بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع باذن الله ان تمتد هذه الزخات المطارية التي صار الى التازة وجهالة وتاونات باذن الله واكنول واساقن باذن الله وامطار حاضرة على وزان والنلميمونة وسديع اللال التازي وامطار نسبيا قوية الى مواشد الله على الشفشاون والعرائش واصلة وتطوان وطنجة وسبتا والقنيطرة بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء نسبيا غائمة الى قليلة السعب في موضم مراتق المملكة بحول الله بالنسبة ليوم الثلاثة في الفترة الصباحية فيتوقع استمرار ذي الزخات المطارية في مرتفعات الريف على فاس ومكناس وكذلك ربما الدريوش وباب برد وتازة بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء غائمة الى قاعدة السحب وكذلك ظهور مرتفع جو تبلغ قيمته 1026 هيكتوب باسكال اما بالنسبة مع منر الساعة ان شاء الله من يوم الثلاثة فيتوقع استمرار ذي الزخات او القطارات المطارية اقصى شمال المملكة تبقى ضعيفة ومتفرقة بالنسبة للفترة المسائية فيحتمل كذلك عودة الاستقرار اه الاجواء تبقى اجواء مستقرة الى قاعدة السعوب في موضم مراتق المملكة وكذلك ظهور مرتفع جو ميناء القرب في ميناء المملكة خصوصا على القارة الاوروبية وكذلك في المحيطة الاطلاسية تبلغ قيمة 1027 هيكتوب باسكال بالنسبة ليوم الثلاثة كذلك ستبقى الاجواء مستقرة اenga ا paragraph قليل سعوب والنسبة اليومو 2016 يناير فيتوقع حول الله كذلك من التبقى الاجواء مستقرة وسيطرة المرتفع الجوي אוزوري على الاجواء بالنسبة لفترة مسائية كذلك ستبقى الاجواء مستقرة عشان الى قليل السحب بالنسبة ليوم الخاميس 2018 يناير كذلك ستبقى الاجواء مستقرة الى قليل السحب بدون جديد بالنسبة للفترة المسائية بحول الله نشاهد وتقدم الكفت جوي سنا رأي إذا كانت سيدخل إلى المملكة بحوال الله. بالنسبة ليوم الجمعة التسعة وعشرون يناير فيتوقع كذلك أن تبقى الأجواء مستقرة إلى قليل تسحب. الفترة المسائية كذلك ستبقى الأجواء مستقرشا إلى قليلت السعب. في معظم مناطق المملكة بالنسبة ليوم السبت كذلك تلاتيون يناير في يَحشمل بإذن الله تبقى الأجواء مستقرشا إلى قليلت السعب. وسيطرة المرتفع الجوي. بالنسبة ليوم واحد وتلاتون يناير في شمال دخول بعد الزخات المطاري اقصى شمال المملكة تبقى ضعيفة ومتفرقة على العموم. وكذلك سيطارت المرتفع الجوي العظهوري. فان شاء الله نتمنى خير في الايام القادمة فسوف نعلمكم بجديد تطورات حالة التقس بيء المغرب. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. اشتركوا في القناة